على الكلام سؤال وهل يؤثر الكلام على اللغة او لا يؤثر الان بينا تأثير اللغة على الكلام اللغة تؤثر على الكلام يؤثر على اللغة اولا التفتوا جيدا لا حياة لأي لغة بلا كلام فاذا هناك لغة ولا يوجد بها متكلم فتبقى تلك اللغة او تموت الفضل الاول لكل كلام على لغة هو ماذا هو انه حياة لغة بماذا بمن يتكلم بذلك الكلام او يكتب وانا كثير من اللغات في العالم اندرست او لم تندرس مولان اندرست وانقرضت وذهبت الى غير الرجعة لماذا مو لان قواعدها ضعيفة مو لانه ضوابطها مو صحيحة مو لانه ابدا ابدا وانما بسبب ماذا كما عدك في المذاهب عشرات المذاهب الفقهية والكلامية ماذا صار لا اندثرت وانقرضت لماذا اندثرت وانقرضت مو لان مبادئها قواعدها ما هي باطلا لا لانه لا يوجد من يؤمن بها فيرفع رايتها فليقل لقائل سيدنا واقعا مدرسة اهل البيت لا تنقضر لا عزيزي ازا مصر كانت مولانة شنو شنو كانت قبل قولة ها لا في الدولة الفاطمية كانت شنو مولانة شيعية بامتياز روح اقرأوا انتو تاريخ الايوبيين من دخلوا الى مصر ماذا فعلوا عزيز اصلا يكون في علمكم انا من اقول الشيعة مو مقصود الشيعة الاثنى عشرية مو بالضرورة الشيعة بشكل عام اصلا كل بلاد الشام عموما الاكثرية شنو كانت روح اقرأوا مولانة ولهذا الان وقع كتاب اخيرا بيدي اثر الحروب الصليبية على الشيعة في بلاد الشام هناك يبين يقول اكثرية بلاد الشام مو مصر بلاد الشام يعني سوريا لبنان اردن الاكثرية ماذا كانت الان ماذا يوجد عزيز يعني هذا لضعف في مدرسة اهل البيت او لضعف في مباني التشيع ها لا ابدا بحسب اعتقادكم الان اكثرية المسلمين سبعين بالمية خمسة وسبعين بالمية ستين بالمية ثمانين بالمية على اختلاف الاحصائيات هذا اهلائي ماذا ها على مدرسة اهل السنة لو الشيعة ياهو مني هذا يعني لقوة المباني السنية وضعف المباني الشيعية هذا سببه لعوامل اخرى عوامل اخرى موسيقى